اشتركوا في القناة قد مجلت من الرحا يداها روحي وأرواح الغراء تسبيح الزهراء عليها السلام من أعظم الأذكار جعفر عليه السلام ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاط تسبيح الزهراء عليها السلام من أفضل تعقيبات الصلاة ويستحسن المداومة عليه بعد الصلاة الواجبة من أين جاب؟ جاب النبي من السماء وقال لفاطمة يا فاطمة ألا أهديكي ألا أحبيكي بشيء فيه خير الدنيا والآخرة قالت نعم علم أربعة وثلاثين تكبيرة ثلاثة وثلاثين تحميدة وثلاثة وثلاثين تسبيح يصير المجموع منها من أثقل ما يكون في الميزان هو تسبيح الزهراء الله أكبر الحمد لله سبحان الله التسبيح نصف الميزان الحمد يملأ الميزان بعد والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض أقا عبد الله عليه السلام يقول تسبيح و فاطمة تسبيح و فاطمة في كل جوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف ركأة أن تسبيح فاطمة مصداق للذكر الكثير والذكر الكثير يشمل الكثرة الكمية بأن لا يفتأي الإنسان عن ذكر الله يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويشمل الكثرة الكيفية بأن يكون الذكر بكيفية إذا تلاه الإنسان تلا معه عالم الملكوت كله يعطيك السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة يبعدك من الشقاء رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لأبي هارون المكفوف يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بالصلاة بتسبيح الزعراء كما نأمرهم بالصلاة يا أبا هارون فألزمه فما من عبد لزم تسبيح الزعراء لا يشقى أحد يسبح تسبيح فاطمة الزعراء إذا أردت أن تدخل على ظالم سبح تسبيح الزعراء إذا أردت أن تدخل على مسؤول كبير ليتسهل أمرك سبح تسبيح الزعراء إذا أردت أن يؤمنك الله في فراشك سبح تسبيح الزعراء إذا أردت أن تضمن أن تفيق وأنت على قيد الحياة سبح تسبيح الزعراء أثرها الوضع أنها تسهل لك العسير أحيانا نشوف حياتك مربك أشاكل صعاب قضية عندك تريد تخلص منها ماذا تخلص يكفيك أن تأتي بتسبيحة زهراء ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله هو علمها حتى يقلل عليها عملا ورد عن بعض أئمتنا ما معناه لا تكاد تقبل الصلاة من دون تسبيح أمنا فاطمة سبيل إلى الجنة طريقك إلى الجنة تسبيح الزهراء ألا من سبح تسبيح جدتي فاطمة الزهراء وجبت له الجنة من كتاب التهبيب للشيخ الطوسر قال الإمام الصادق عليه السلام من سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليه السلام قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر الله لها أنها ترضي الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تسبيح فاطمة الزهراء مئتون في اللسان ألفون في الميزان تطرد الشيطان و ترضي الرحمن موسيقى شه قربیز شه منزلتیز كه خدا توفهی برای او میفرسته به عنوان تسبیح فاطمة موسيقى موسيقى يعني على المسلم أن يكون مع فاطمة في كل وقت على المسلم أن يكون مع فاطمة في كل حير على المسلم أن تخطر ببانه فاطمة بضعة رسول الله فضائل رسول الله قیم رسول الله كله في فاطمة على المسلم أن لا يبعد ذهنه عن فاطمة في كل وقت فالزمه فإن لزومه لزوم لفاطمة موسيقى 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 أنا باب اللبابي روى قصة عذابي